لا تهدأ المواجهات في تعز بل تأخذ منحا تصاعديا على أكثر من جبهة ففي الضباب قالت مصادر محلية إن عددا من المدنيين سقطوا جرحا نتيجة قصف صاروخي للميليشيا طال قرية الصياحي في المنطقة غرب المدينة إلى ذلك صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات للميليشيا في أطراف جبلهان وفي منطقة الزنوج وفي الجهة الشرقية بمحيط معسكر التشريفات وفي منطقة الحكوم بريف المحافظة وتحديدا منطقة الأكبوش صدت قوات الجيش والمقاومة هجوما عنيفا للميليشيا في التبت الخضراء وتبت الدبعي فيما تعرضت مواقع عدة بهيجة العبد وقرى في وادي المقاطرة لقصف مدفعي عنيف من قبل الميليشيا وخلال الساعات الماضية كثفت الميليشيا من قصفها وهجماتها في محاولة لتحقيق تقدم في المدينة ومناطق ريثية عدة اشتركوا في القناة